بسم الله الرحمن الرحيم كنزة عظيمة جدا لكل سنة انا كنت قلت الحادثات قبل كده اللي صلي اربع ركات من التصليات بين الازان والاقامة في صلاة الظهر كأن نصلاهم في السلسة اخير من الليل والحديث حسن الامام الالباني حديث حسن صحيح من صلي اربعا عند الزوال فكأن فكأنما تهجد بهن والرسول كان بيقرأ بعد الفتحة في الاربع ركعات القرآن ما كانش فيه تشاهد اوسط وده الحديث بتاع سيدنا ابو ايو الانصاري قال رسول الله راك ادمنت اربع ركعات بين الازان عند الزوال قال لا نعم ان السماء تفتح وترتج وحبوا ان يفع علي عمل صالح في هذا قال يا صلى الله لهذا تقرأ فيهن كلهن أو كلهن تقرأ فيهن كلهن قال قال نعم يعني يقرأ فيهن كلهن يعني يقرأ قرآن بعد الفتحة في الاربع ركعات بيش في ركعتين بس في الحالة دي مفيش تشاهد اوسط لان القرآن بعد الفتحة في ركعتين التالتة والربع بتحل محل التشاهد الأوسط بيحتصلي اربعة متصلات وتون تشاهد اوسط تشاهد واحد بس في الاخر وحضركم ان الربعة دول في حديث تاني عظيم ان كل الاربعة دي بتعدل قيام ليلة كاملة في شهر حرام يبقى ايزا انا بقول الكلام ده لنساء اكتر من رجال ليه؟ لان المرأة تقدر تصلي اتناشر ركعة بعد ازان الدهر يبقى ايزا لو المرأة تصلي اتناشر ركعة في المسجد ليس ستتسنى للإنسان المسلم ان يصلي اكتر من اربعة او تمانية انا بل حاش تصلي تمانية لأسف لان الوقت ببداية لكن المرأة في البيت تقدر انها خاصة لو لم تقوم الليل في السلسة الاخير من الليل تصلي اتناشر اربعة 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 تقرى بعد الفتحة القرآن في الاربعة لا يوجد معنى تقرى الاخلاص تقرى كل خمس مرات او عشر مرات يبقى سواب عظيم جدا اه اه قول الله احد مره في الصلاة يبقى كل متوضي وتقرى قبلها الفتحة يبقى لك اصر ممكن خمس اشور عشر اشور عشر اشور وكل ثلاث مرات ختمة القرآن فسواب عظيم جدا فالمرأة عندها فرصة عظيمة فيه سواب جديد عظيم جدا رواه الامام الحافظ عبدالغاني المقدسي في كتابه اخبار الصلاة في فضل الصلاة عند الزوال قال عليه الصلاة والسلام في حديث البراء ابن عازم قال من صلى اربعا قبل الهاجرة فكأنما صلىهن ليلة القطر وده يوريكم كل حديث تصدق بعض كن الرسول يقول قبل كده انها بتاعد قيام ليلة كاملة في شهره حرام ويقول انها بتاعد صلاة التهجد قبل كده نسواب صلاة التهجد الرقعة في السلسة الاخير من الليل افضل من اثنين مليون رقعة يصد دوقتي بيقول في الحديث ده انها بتاعد الليلة القطر كانوا صلىهم ليلة القدر يعني قيام ليلة القدر يبقى المرأة لو صلىتت اتناشر اربعة 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 وطلق لأولتها كانها صلىتت اتناشر رقعة ليلة القدر ويكتب لها قيام ثلاث سواب قيام ثلاث ليلة كاملة في شهر حرام وكانها صلىت اتناشر رقعة في السلسة الاخير من الليل الراجل لو قدر يصلي ثمانية في المسجد يبقى اربعة كفاية وممكن يصلي اربعة اتعامين بعد الظهر بالنيت انه الوقت مش بكفي فياخد الاجر بالنيت لكن لو الوقت بيكفي بصلي ثمانية لكن طبعا مستحيل الوقت يكفي اتناشر لكن المرأة بتقدر تصلي اتناشر رقعة قبل ما تصلي الظهر متصلي ثمن الظهر بين ازان الظهر يعني بعد ازان الظهر وقبل ما تصلي ثلاث الظهر أتصلي اتناشر رقعة صن يا صار Paul هذه غير معمى إن Salatad toutrul أفضل ثواب بيكفي تispering للقليد كل اربعة بيكفي قيم لي Three في شهر حرام كل اربعة زيهم في الليلة القدر كل اربعة بيعدلوا زيهم في السرس الخمر اللي صحابة عظيم جدا أنا أكتبكم الحديث يريد تنساكم هذا كلام تشون لأن نرشو هذا العمي في ثابر عظيم أقولوا خاول الله هذا أستخفى الله لكم